اشتركوا في القناة عندنا طبعا مجموعة من الفقرات الحوارية اللي هنتكلم فيها لكن زي ما تعودنا معاكم دايما في أول الحلقة لازم نفتح موضوع للمناقشة ويمكن ما هكاب بتتكلم معايا قبل الهوى بتقول على مسألة ان لازم فكر الناس يتغير عشان يواكب نظام التعليم الجديد اللي المقصود منه التعلم مش التلقيم صحيح احنا عندنا في مصر بنهتم قوي بان احنا نتابع ولادنا في المذاكرة نتابعهم في الدراسة في عمل الواجبات وكل أم الحياة بتستنفس كل طاقتها علشان تخلي ولادها منضبطين جدا في الدراسة بيروحوا مدرستهم وبقدر مستطاع يكونوا متفوقين ولكن مش معنى ان انا اخلي ابني او بنتي متفوق ان انا اضغطوا من ناحية الواجبات اللي بتتعامل يبقى فيه ضغط نفسي على طول انت لازم تذاكر انت لازم ما تاخدش بريك ما تاخدش فترة راحة علشان يعني تقدر تساوب اكبر قدر من المعلومات وبالتالي انت تكون كده طالب شاطر ومجتهد وتروح للمدرسة تاخد فول مارك في كل المواد الحقيقة احنا لازم نغير الثقافة دي شوي الكل أم لازم نغير ثقافة الدرجات اللي هو انا اقيم مستوى ابني من خلال درجات المواد لان اولا المواد دي بتبقى ميول يعني ممكن طالب بيحب يذاكر عربي متفوق فيه طالب تاني بيحب يذاكر لغة اجنبية متفوق فيها في ميول عند كل شخص وده شيء طبيعي جدا ما ينفعش ان انا اجبره انه لازم يجيب الفول مارك في كل المواد ضغط نفسي الاطفال والشباب اللي بيدرسوا في المدارس حتى في سنوي بيبقوا تحت ضغط جبير جدا جدا ودلوقتي احنا لازم نغير الثقافة دي مع تغيير نظام التعليم والتطوير اللي بدأ يطرق على نظام التعليم وعلى المناهج الدراسية اللي بتعتمد ان المفترض دلوقتي على الفهم وليس على التلقين والحفظ لازم نغير المفهوم ده شوي علشان ولادنا يبدأوا يحسوا ان فعلا في تطوير في المناهج في عبء تشال من عليهم في العملية الدراسية لكل الناس اللي بتروج اشعاعات ان نظام التعليم ما حصلش في حاجة وان ما فيش اي حاجة جديدة بتحصل لا الحقيقة مش كده خالص هنست شايف مبارح لقاء محترم جدا للسيد وزير التربية والتعليم بيتكلم فيه عن نظام السنوية العامة الجديد وقال ان سنة اولى سنة والسنة دي هنطبق عليها النظام ولكن لن تحتسب الدرجات من سنة اولى هتحتسب لسنة تانية وتالتة من اول السنة الجاية هتبقى اولى وتانية وتالتة وده طبعا بيدي فرصة للمدرسين انهم يتدربوا يعرفوا ايه هو النظام الجديد فرصة كمان للطلاب انهم يبتدوا يتعاملوا مع التابلت ومع الاسلوب الحديث مش محتاجين دروس فعلا مش محتاجين دروس لان الدرس النهاردة على التابلت هيبقى مشروح فيديو وصوت وصورة وشايف التجارب بتاعتك هتبقى انت مش محتاج اي حاجة خالص بالنسبة للامتحانات يمكن كان واحد بيبقى بيذاكر طول السنة ويخش الامتحان واليوم ده يكون مريض اليوم ده يكون تعبان فيخسر درجاته ويخسر مستباره لا دلوقتي بقى لكل سنة فيه امتحانين تاني حاجة ودي اللي لفتت نظر ان احنا مش هنمتحن في المنهج كله مرة واحدة ده هنيجي في السنوية العامة في قولة وتانية وتالتة اللي هنمتحن فيه في نص السنة الاولاني مش هنمتحن بيه في نص السنة التانية وكده يبقى احنا كأننا بنمتحن في نص المنهج بدل زمان ما كنا بنمتحن في المنهج كله في يوم واحد لا حنبقى بنمتحن في نص المنهج مرتين ويحتسب اعلى درجة واخر السنة هنمتحن مرتين ويحتسب اعلى درجة اظن كده احنا ما عندناش حجة ابدا ان احنا نقعد نضغط على اولادنا ضغط زايد لان الموضوع النهاردة ما عادش هو التلقين ما عادش الهدف من التعليم ان انا احفظ على قدمة ان الهدف النهاردة هو فكرة التعلم يعني ما هي المعلومات التي ستبقى في ذهني والتي تعلمتها بعد ان اخرج من الامتحن لان احنا ازمتها انت الوقت ان احنا بنخرج من الامتحن ناسين كل حاجة بناخد الشهادة عشان نحصل على اعلى درجة ونعلقها على الحيطة لكن احنا مش عايزين كده ومش عايزين بندفع كل هذه المصرفات بندعب كل هذا التعب وفي الاخر المنتج بتاعنا منتج فاشل وغير مواكب لسوق العمل فزي ما الدولة بتتحرك لازم احنا كمان نتحرك زي ما الدولة بتغير نظام التعليم احنا كمان افكارنا لازم نتغير اللي مش عارف ازاي يتعامل مع اولاده في سن المراهقة اللي مش عارف ازاي يتعامل مع اطفال ويدفعهم للإستسكار وللمذاكرة بطريقة سليمة والله النت النهاردة مفتوح بدل ما انتم فتحين على فيسبوك عملين تشوفوا الاشعاعات تتروجوها وعملين ندخل في مهاترات ملهاش معنا لا افتحوا وشوفوا ازاي نقعد مع ولادنا وازاي نخليهم يذاكروا وايه هي طبيعة ولادنا وايه هي طبيعة يعني اقروا في علم النفس يعرفوا ايه هي طبيعة المرحلة اللي بيمروا فيها ولادكم عشان تعرفوا تتعاملوا معهم النت مليان معلومات مفيدة تقدر تغير حياتنا بشكل افضل خلونا بقى نطلع مع زمنان اللي في الكنترول اكيد من جهزين لاغنية حلوة نسمحها ونرجع لكم مرة تانية تابعوا